تونس، الأشقاء في تونس شايفين الرؤية الفنية زي للقاء العودة الغيابات ممكن تكون مؤثرة ولا لأ وبالمناسبة حاجة تخيل المباراة ممكن تكون سهلة المباراة صعبة جدا وما بحبش أخد قياس كمال على مباراة سابقة وفكرة إن الأهل يلاقي في تونس وكسب أو في القاهرة ما بيخسرش من الترجي كل دي أرقام حلوة جدا ممكن نقولها كأرشيف ولكن في الملعب على أرضية الميدان زي ما بيقولوا الأشقاء في تونس لا مباراة صعبة جدا 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 وربنا يكرم الأهل إن شاء الله في تخطي هذا اللقاء وبأكد كذا مرة وقلت كذا مرة جمهور النادي الأهل عليها عامل كبير جدا في تشجيع الفريق طوال التسعين دي الحمس والمسندة والمؤذرة عنصر لا يقل أهمية عن الجوانب الفنية اللي هيشتغل بها الجهاز واللعيب وبغض النظر بقى عن كل ده احنا شايفين علاقات طيبة جدا ووطيدة جدا سواء في لقاء الزهاب أو في لقاء العودة على المستوى الرسمي وعلى المستوى الجماهيري وعلى المستوى الشعبي قليل جدا لما بنشوف مباريات بتجمع ناديين بيلعبوا فينال والعلاقات خارج الملعب وداخل الملعب بهذا الشكل المتميز ليه؟ لأن العلاقة بين الأهل والترجي أكبر كتير من أي مباريات أو أي بطولات وإحنا شايفين ده حتى على المستوى الرسمي سواء في استقبال الترجي لبعثة الأهلي أو حتى في استقبال الأهلي بقرة لبعثة فريق الترجي التونسي والبيان والخبر اللي نشر بالأمس على صفحة النادي الأهلي الرسمية إنه يكون الكابتن محمود الخطيب على رأس مستقبلي بعثة فريق الترجي التونسي نتمنى يا رب بإذن المباراة تلعب في إطار الروح الرياضية وأكيد بنتمنى فوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا فاصل ثم نواصل